يمكن أن نقول بأن هناك شريحة من الشيعة تحديدا انخذعت بهذا النظام واستدرجت عبر الدعاية المشبوهة للسير بمشروعه ولكن الكم الأكبر بأنهم من المستفيدين من نظام ولاية الفقه من وجود نظام ولاية الفقه نأتي أيضا مثلا إلى لبنان وإلى العراق تجد أكثر المنخرطين بمشروع ولاية الفقه من الناس نكرة كانوا فأصبحوا معرفة بسبب انطوائهم وانضمامهم لمشروع ولاية الفقه يستفدون من هذا الحضور العسكري والسياسي لإيران في دولنا فهم على سبيل المثال تجد أغلب الصفقات التجارية الاقتصادية المشاريع الاقتصادية البيع الشراء الدعم المساعدات التي تأتي من إيران ويستفاد من خلال إيران تأتي هؤلاء على رأس هذه القائمة من فساد وما شابه ذلك فهم فعلا يستغلون الفرصة ويستفدون من وجودهم ضمن هذا الإطار فهؤلاء من المستفيدين حقا وهم من الفاسدين طبعا لو فتحنا باب من من الفاسدين المرتبطين مع إيران بالعراق لا تجد الكثير على كل المستويات على المستويات حتى داخل بعض الوزارات حتى النواب حتى في بعض الصفقات على سبيل المثال تجد بأن المخدرات الهيرونيين الفارسي الذي يأتي من إيران إلى العراق من الذي يروج له من الذي يأتي به تجد بالأمس بأنهم تم القبض على ابن محافظ النجف وأحد القياديين بكتائب حزب الله العراق مثلا هؤلاء كلهم لديهم نفوز بسبب السلطة الإيرانية والسيطرة الإيرانية على العراق اشتركوا في القناة